الهدية التي أرسلت بها ملكة سبأ لسليمان عليه السلام قال ابن جريج قال مجاهد قولها وإني مرسلة إليهم بهدية قال مائتي غلام ومائتي جارية جوار ألبستهن لباس الغلمان وغلمان ألبستهم لباس الجوار قالت فإن خلص الجوار من الغلمان يعني عرف الغلمان من الجوار ورد الهدية فإنه نبي وينبغي لنا أن نتبع فخلص سليمان بعضهم من بعض فوأهدت إليه كذلك صفائح الزهب في أوعية الديباج فلما بلغ ذلك سليمان أمر الجن فموه له الآجر بالزهب الآجر يعني الطوب الأحمر ثم أمر به فألقي في الطرق فلما جاءوا رؤوه ملقا ما يلتفت إليه أحد صغر في أعينهم ما جاءوا به ولم يقبل سليمان عليه السلام الهدية وقال ابن زيد كان في الهدايا التي بعث بها وصائف ووصفاء يختلفون في ثيابهم ليميز الغلمان من الجوار قال فدعا بماء فجعل الجوار يتوضأنا من المرفق إلى أسفل وجعل الغلمان يتوضأون من المرفق إلى فوق ويتوضأون يعني يغسلون وجوههم وأيديهم من غبار الصفر وقال قتادة إني باعثة إليهم بهدية فمصانعتهم بها عن ملكي إن كانوا أهل دنيا قال فبعثت إليهم بلبنة من زهب في حريرة من ديباج وعن سابت البناني قال أهدت له صحائف الزهب في أوعية الديباج فلما بلغ ذلك سليمان أمر الجن فموه له الآجر بالزهب ثم أمر به فألقي في الطريق فلما جاءوا رأوه رأوه ملقا في الطريق في كل ركن من الطريق فقالوا جئنا نحمل شيئا نراه ملقا على الأرض فصغر في أعينهم ما جاءوا به والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم ترجمة نانسي قنقر